طيب عن مبادرة المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة اللي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب لو حضراتكم فاكرين في يوليو 2019 ماذا بخصوص هذه المبادرة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لما يتم العمل به داخل هذه المبادرة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة في بداية الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية بحيث تكون مسؤولة عن التنسيق بين كل الجهات اللي بتتولى تنفيذ المشروعات المختلفة ضمن هذه المبادرة وأكد رئيس الوزراء على اهمية توفير فرص العمل في القرى اللي بتدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وكمان توفير القروض الميسرة وتسهيل إجراءات الحصول عليها وسرعة إنجاز تدخلات سكن كريم للأهالي وكمان أعمال الإنارة وتمهيد الطرق في كل هذه القرى اللي بتندرك تحت القرى الأكثر احتياجا أما الواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فاستعرض موقف تطوير القرى المصرية في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتبني برنامج شامل لتطوير القرى المصرية وكمان التكليف بالتمسيق بين الأجهزة المختلفة من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وقال شعراوي أنه برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية بيتضمن مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية ووضح كمان دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة اللي بيتم من خلال العمل على رفع مستويات المعيشة في 270 قرية بتزيد فيها معدلات الفقر وقال أنه تم العمل في 143 قرية خلال العام 2019-2020 وهترتفع ل270 قرية خلال العام المالي 2020-2021 وده من خلال استثمارات فيه قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس والوحدات الصحية والطرق المحلية ورفع كفاءة المنازل والقوافل والمساعدات الطبية